أدادوا بيقول لحضرتك سؤال يقال أن أحجارها هارة بنيت ورصت بطريقة شفط الهوى لا تفريغ الهوى يعني بالضبط يعني قلنا أن هي رفعت بطريقة اللافيتيشن أو مضادات الجاذبية وهناك مليون حاجة تسبت ده لأن عندك أنت سطح مثلا سطح غرفة الملكة حوالي 70 طن كتل جرانيت واحدة دي استحالة بطريقة الروافع وبطريقة تفريغ الرامل وبطريقة كل ده طيب الأحجار جلبت باللافيتيشن كان بيتم بقى حكاية بتفريغ الهوى واستخدام مادة بقى غريبة جدا اسمها مايكا كلاين المادة دي على فكرة يا جماعة بيتعمل فيها أكثر من رسالة دكتوراه حول العالم للإن الوصول لخصائص المادة اللي هي بين أحجار الهارة المادة دي غريبة جدا رجال دلوقتي مش عارفين أسرارها لأن هي كانت بتعمل يعني بيتم يعني وضع المادة دي ودخول الحجر بالتفريغ والمادة دي بتاخد فترة ومكتسبة نفس الخواص المادة دي برضو وجدت في المعابة كلما بيختلف نوع الحجر بتاخد نفس الخواص الأهرامات اللي تبنت كتير في العالم دي كلها معمولها بنفس الخاصية هي قريبة بنفس الخاصية بس الهرم البصنة ده الأخير هو القريب قوي الهرم الجيزة يعني أقرب هرم الهرم الجيزة إنما نفس الأهرامات لا أنا أكلم على برضو كان فيه فيه صورة في الهرم كموال الطاقة فيه برضو فيه أهرامات المية دليل على برضو توليد الكهرباء واستخدام الكهرباء في المية نفس طريقة المية سيد أحمد ريزي بقول لحضرتك ليه قمة الهرم الأكبر لونها مختلف عن باقي الهرم هل هناك تفسير لذلك؟ لا هي القمة مش موجودة قمة سرقت هي كان على الصوادلات فيه حرم كان فيه هريم اسمه بن بن كان مسكور أنه اسمه بن بن كان هريم سهب وبرضو السمر اللي خده ولا سرقت بعد كده لا هم الآن مش معروف وكان اللي هم اللي عايزين يجوا يعملوا تقوص فتح البوابة دي كانوا جايبين جزء من كوارتز كريستالي على شكل نجمة داود مجسمة يعني مسلس تحت ومسلس فوق وكانوا عايزين يحطوه فوق ليه لأن الكوارتز مع الطاقة المغانسية اللي طالع عالية جداً بي نشط جداً طاقة الهرم لكن مصبت في البرديات وفي حاجة هيرودوت وفي حاجات المؤرخين إن دا كان هريم زهبي اسمه بن بن هريم زهبي هل يقول الحتة اللي فوق أصي فيه فوق التاكسية اللي هي طبقة التاكسية اللي معمولة من الرمال اللي متغطية بالحضارة وقعت عن الهرم آه هو مش أصده أنا فاكراً أن أصده القمة القمة ما هو بيقلع لكن فيه جزء اللي هو اللي فوق بيقول يا غام أليه فأنا بقول هي دي تاكسية آه دي تاكسية دي دي وقعت اللي إحنا قلنا أنه كان فيه طبقة أن الهرم كان معمول زي ما يكون كابل الكهربائي كان فيه طبقة أن الحجر الجيري المعالج المفرغ تماماً من أي جزيئات معدنية تعمل كطبقة عزلة تماماً يليها طبقة من حجر جيري معين مشبعة بالجزيئات المعدنية والمغنيسيوم والكورت وبلورات الكورت دي عشان الشغل بتاعه بتاعتقات والحلد دي كلها آه بتاعتقات الكسوة دي وقعت كلها أستاذ مصطفى الصدي بقول لحضرتك الهيدروجين من الملموع الأولى وهو عند ضغط معين يتحول إلى فلز أي له خصائص فلزيات وتعلمين أن الماء مكوم من زرتين هيدروجين وضر الأكسجين فهذا عند الضغط المعين للهيدروجين وأضافت له الأكسجين نستطيع زيادة الماء أي تصنيع الماء هل تفهميني ماذا أقصد بس بهدف إيه تصنيع الماء لو هي بيكلم على الضغط ده والماء يمكن الماء الحارة من الحادات الاستخدامة الزرية أنا مش هو في الصفحة يعني أنا ممكن عبقى أركز يعني طيب ده السؤال من الحضرتك أنا مش عارف السؤال كان مقصود أنه يتم الإنتاج الهيدروجين عشان استخدامه الإنتاج طاقة ماكروية عالية باستخدام الهيدروجين المصار يعني هما كانوا بيطلعوا هيدروجين ما كانش يعني آه كانوا بينتجوا هيدروجين كيميائين بيدخلوا في الشفت اللي هو من غرفة الملكة وده هنشوفه برضه في فيديوهات يعني بس يعني عشان الوقت محمود أستاذ محمد زايد بيقول لحضرتك هل الدكتورة جاهزة بمشروع تنفيذ ما تقوله وعادة الاستفادة مظهرة هل عندك مشروع لده؟ والله أنا عندي دي حاجات كتير دراسات كنت عملها لطاقات الحرة وممكن إحنا مثلا مع مجموعة متخصصة طبعا يعني كل الأمور على فكرة لو اجتمع المتخصين بدون الأنا أو بدون الذات واجتمعوا العمل الصالح هي من حاجات جبار بمعنى هل نقدر نعمل ده تاني هل نقدر نستفيد تاني من الهرم المؤكد أن الهرم كان يعتبر ده ولا تريد ما أنطيع 51 ولا أنطيع 91 ده كان أكيد حدوتة يعني زي ما قلت في الأول أنه في إعجاز في اختيار نقطة الهرم بالذات بالنسبة للطاقات الطراعية ده إعجاز لا يمكن أن يتكلم في الأرض طيب الأستاذ محمد مصطفى بيقول تأكيدا لكلام الدكتورة أن العالم دكتور مصطفى السيدة استخدم الذهب لعلاج السرطان نظر لقواته حسب كلام الدكتورة نور محمد طول عايز أسأل الدكتورة هل كده على كده كان في قدماء المصريين قبل سيدنا نوح والتكنولوجيا دي كلها من أيام ما نزل سيدنا قدم على الأرض أنا لا أستطيع أن أحدد طبعا بس هو لا أقدر أقوله أن إحنا برضو اتضحك علينا بحكية الإنسان الحجري ما كانش في حاجة اسمها إنسان الحجري أبدا ولا نسبة أن الإنسان سكن الكوف بتاع الكوف كانت يستخدم للرسومات والكلام ده وكان فيها على فكرة حاجات غيبة علينا متقدمة بتثبت وجود حاجات حضرات عالية جدا وغيبة علينا وإحنا بس نشوف الحيوانات والصيد والحاجات ما فيش حاجة كنسمع إنسان الكافة كان فيها بعض حاجات تسكن الغباط والكوف بتاع لكن كان في حضرات عظيمة من ضمنها مثلا ممكن أنا أزلوهم برضو على الصفحة حضرات مكتشفة تعود لعشرين ألف عام حضرات من قبل الطفان هنزلوهم برضو كل ما يثبت وجود الحروب النهوية قبل الطفان وبرضو أشوف برضو حاجة بالنسبة الكلام دوت اللي هي الرسومات بتاعت معبد أبيدوس ممكن أشوف الصور بتاعت معبد أبيدوس يعني بتثبت إن كان عندهم كل ما إحنا في دلوقتي من حضارة وفي حاجات برضو على فكرة تبع الحضارة ترامة بتثبت وجود الطائرات بتثبت وجود سفن طائرة دي مثلا ده معلش قبل الصورة دي أشوف اللي هي الصور اللي قبليه يعني ده في سقف معبد أبيدوس بجنب سقرة ده وده كمان متكرر في حاجات كتير بس ده مثلا في سقف معبد أبيدوس وبعدين واضح جدا يعني مش مثلا إيه حاجة كده جاب الصدفة وبتاعته واضح جدا إيه اللي واضح ما تقولين إيه اللي واضح كمان اللي بعديها هو إيه اللي واضح أشوف بقى الصورة اللي هيكت في الأول ما تقول هي أيوة يعني واضح هنا دي طائرة هليكوب ترت واضح اللي هو مثلا إيه حاجة زي منطاد ولا حاجة زي أوه هواصة دي ولا أه اللي تحت دوت حاجة ومحتوط جنبها كمان اللي هو الرمز بتاع الهواء بما يعني إن هي زي اللي إحنا بيستخدم دلوقتي اللي هي الطوافات الهوائية دي الأبحاث دي كلها أجنبية اللي ديت يعني الناس اللي عاملة دي أبحاثها أجنبية اللي هما بيأكدوا بقدمها المصريين متقدمين يعني مش حد تاني اللي عملها يعني مش أنت اللي عادة مألفة ده مثلا لا مش مألفة ده وموجودة في مئات الكتب يعني مش حاجة واحدة طيب فيه عشان إحنا وقتنا خلص بس فيه سؤال لا ما قد خلص إيه ده فيه جزء مهم فاضل طبعا أنا عارب لك وقت منين أنا ما خلاص ده فيه جزء مهم جدا استني بس فيه سؤال بس هترد عليه وخلاص إحنا حلو محمد سيد بيقول أنت مصدق الكلام ده دي بجد إحنا مش عايزين كلام إحنا عايزين إثباتات طب يا سيدي عايزة أولي أنا بحلقة بجيب بعض الإثباتات لكن الإثباتات الكبيرة هتطلق مليون إثبات لا أنا عايزة أقول يا سيد محمد لو أنا مش عايزة أصدق مش هسدق إذا كان النهار ده علماء كتير زي اسمه إيه العالم اللي بتاع الكهرباء ده اللي أخذ اللي هو ولد كهرباء بره في الأربعينيات يعني كولا تسا أنا كولا تسا واخد كل يعني وراني الواخذ وقول أنا واخد من الفراعنة يبقى ليه الكلام ده لا ده غير فيه مليون كتاب في الطاقة الحرة ده طيب ممكن نحط الحرادة ده كلها على بس هو الوقت خلص بجمع ده كان فيه جزء مهم جدا عن سرقة اليهود للتاريخ المصري ده جزء رهيب يعني عملي ما أحضر في الإسم بها ليه طيب قالت أحبه أن احنا نكمل الموضوع ده المرة جاوة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب خلاص نكمل أسبوع ده أنا بس أنا عايز أشكرك الهام من ده كله إن حضرتك تنزللنا كل كلام اللي قلتيه كل ما هو فيه إثباتات على الصفحة يعني أقصها بكرة إن شاء الله بحيث إن كل واحد سمع حالة يشوف الفيديو العليا ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده بكرة عشان مع الدرجة بكرة إن شاء الله دكتورة مية صبحي بشكر حضرت الفيديو بس فيه حاجة برضو الناس دائما بتعترض إن الفيديوهات بالإنجليش أنا بكتب التفسير بتاعها وبهط الفيديو يعني أنا مثلا بنزل بالخمسين فيديو فأنا غير قادرة أن أنا عادة ترجم خمسين فيديو فبنزل الشرح في موضوع وبين بنزل إثبتات وفيديوهات